مرحبا كيف حالكم معكم المعلمه نوال سلامي سنتعلم اليوم في موضوع الجغرافيا الانسان والبيئه بموضوع البركان هيا بنا سنتعلم اليوم ما هي البركين انواع البركين الاضرار التي تنجم عنها البركين وكيفيه التأثير الاجابي للبركين البركين ماذا نعني بالبركين قبل ان نبدأ بالتعريف البركين نحن نعرف ان الكره الارضيه تدور حول نفسها على مدار 24 ساعة وتكون المواد في المنطقه الغلاف المنصهره تدور معها كل الوقت فنعرف انها بحركه دائمه جدا في باطن الارض والبركان يعرف هو عباره عن خلوج الماده المنصهره من باطن الارض الى سطح الكشرة الارضيه سؤال للتفكير حسب رأيكم اي دوله معرضه لحدوث البركين سؤال للتفكير حسب رأيك اي دوله معرضه لحدوث البركين عد بعمني تعدي لمشي عدنا سؤال للتفكير حسب رأيك دوله اسرائيل معرضه لحدوث البركين ام لا ولماذا امامنا الشريحه اللي بتبين عدنا الاجزاء الرئيسيه للبركين طبعا عندنا الكرة الارضيه منعرف انها مقسمه الى ثلاث اقسام عندنا النواه وعندنا الغلاف وعندنا الكشرة ايضا عندما يحدث البركان يحدث يمكن ان نطلع على الطبقه الغلاف طبقه الغلاف توجد هناك سخور منصهره فهي درجه حرارتها عاليه جدا وتكون الكشرة رقيقه جدا وعندما تكون يوجد فيه شكوك في الكشرة نرى ان هذه الماده المنصهره ذو درجه الحراره العاليه وبسبب الضغط انها تخرج من بين تلك الشكوك الاجزاء الرئيسيه التي نراها الان هي الحجره الصهاريه المدخنه عنق البركان والفوهه فنرى في باطن الارض هنا المغمه يوجد عندنا انابيب وفتحات من الجوانب ويوجد لدينا الفوهه فوهه البركان هيا بنا ننظر الى الاجزاء بشكل مفصل اكثر يوجد لدينا حجره الصهاره هذه الحجره الصهاره اللي هي سميناها ماده المغمه اللي موجوده في طبقه الغلاف يوجد ايضا فتحات الجانبيه التي تطلق غازات وابخرة ويوجد ايضا عن فتحات الجانبيه والانبوب البركان القناه البركان او بنسميها بكلمات اخره الانبوب توجد فتحه التي تطلق صخور بركانيه وتطلق رماد بركانيه ومواد هي مع غازات سامه انواع البراتين لدينا ثلاث انواع للبراتين على اشكال المختلفه بركان مسطح بركان رمادي بركان طبقي بركين مخروطه رماديه هيا بنا نتماعن الى هذه الصوره سميه ببركين مخروطه لانه شكلها على شكل المخروط تكذف بالاساس رماده بركانيه وفتاته من الصخور مثال على ذلك هضبت الجولان بركان مسطح انظر الى الصوره هذا هو البركان المسطح هي عباره عن بركين تكذف منها اللاذه السياله العجينه تجري على سفوح الجبال وتنتشر على مساحات واسعه مثل البركين هواي هيا بنا لنتعرف على النوع الثالث والاخير للبركين بركين طبقيه هيا بنا نتماعن الى الصوره للبركين الطبقيه نراها مبنيه طبقه فوق طبقه فهي تكذف اللاذه والغبار البركاني هذه البركين مبنيه طبقه فوق طبقه مثال بركان فوجي في اليابان اين تحدث البركين تحدث البركين في عده اماكن على سطح الكره الارضيه ممكن تحدث على اليابسه وايضا ممكن تحدث على سطح الكره الارضيه عفوا وممكن تحدث في المحيطات او البحار واحد بركين تحدث في قاع البحار والمحيطات وذلك لان سمك او قاع البحار سمك الكشرة فهي رقيقه جدا فهي معرضه لحدوث بركين في تلك المنطقه اثنين بركين تحدث على طول مناطق التقاء الالواح او القارات مثل منطقه الشق السوري الافريكي احنا منعرف انه التقاء الالواح او الصفائح التكتونيه او القارات عند تحركها فهي تؤدي الى تحرك الصفائح مما يؤدي الى نشاط بركين او نشاط زلازل فمثلا في بلادنا قريبه منها منطقه الشق السوري الافريكي فيوجد هناك حركه نشطه للبراكين على امتداد التجاعدات مثل التجاعد الالبي ايضا وبراكين منتشره فيما نطلقه باسم الحلقه الناريه حول المحيط الهادي براكين تحدث في البحار كما ذكرت سابقا انه في البحار تحدث براكين واحيانا من الصعب ان نميز انه يوجد بركان في تلك المنطقه ام لا والسبب بذلك اذا نظرنا الى الكرة الارضيه يوجد سبعين في الميه من الكرة الارضيه هي مسطح مائي وثلاثين في الميه هو يابسه واذا كيف نميز انه يوجد هناك بركان اذا اين دخان او غازات تنطلقه في منطقه معين فيها من البحار فنفكر انه بالفعل يوجد هناك بركان لان المناطقه المنطقه في البحار والمحيطات واسعة وشاسعة جدا اذا اردنا التمييز او التحديد بالضبط اين وقع هذا البركان يمكننا ايضا الاطلاع عن طريق القمر الاصطناعي الذي يمكن ان يحدد لنا بالضبط اين وقع هذا البركان والسبب في حدوث البركان كما ذكرت سابقا في قاع البحار او في قاع البحار ان السمك الكشرة في قاع البحار هي رقيقه جدا فيمكن ملاحظتها من خلال الجزر التي تشكل قمم البركين مثل الايسلندا وجزر هوايا نشاط البركان طبعا اذا بدنا نيجي نحكي عن نشاط البركان في عنا بركين نشطه وبركين خامده اذا حكينا عن البركين النشطه تثول بين الحين والاخر يعني ممكن صار بركان اخرى بعد فتره قصيره او طويله اخرى مره يصير عنا بركان بنفس المنطقه بينما البركين الخامده هي كانت نشطه فيما مضى حدث فيها بركان فيما مضى واصبحت خامده اي انه لن يحدثوا بركان مره اخرى والله اعلم تعالوا نتعرف على فوهه الكاليديرا طبعا الكاليديرا او ما بنسميها بالبحيرات بركانيه هذه بحيره بركانيه الكاليديرا موجوده تقع في جزر كانه طبعا هاي الفوهه بركانيه ضخمه وكبيره جدا يبدو شكلها على شكل احواد في قمم البركين وهي بركين خامده قد تثول مره اخرى واذا نظرنا جيدا نرى ان هذه المنطقه جميله جدا قبل ان تحدث هنا يحدث هنا هذا البركان نتوقع ان المنطقه كان شكلها يختلف تماما عن هذا الشكل الذي نراه حاليا ومثال اخر يوجد بهضبط القولان بركة رام ايضا توجد هناك بركة رام اللي هي ايضا نتيجه لانفجار بركاني هناك الشق السوري الافريكي هذه صوره من القمر الاصطناعي هي بنا لنتمعنا فيها جيدا طبعا الشق السوري الافريكي ببدا من جنوب التركيه من جبال طورس حتى يمروا من لبنان وسوريا ممتدا البحر الميت ووادي عربه وخليق البحر الاحمر وخليج عدن وكينا طول هذا الشق حوالي ست الاف كيلومتر وعرضه من سبعة الى عشرين كيلومتر مناطق انتشار البركين في العالم امامنا خريطه العالم طبعا عندنا القارات اسيا استراليا امريكا الشماليه امريكا الجنوبه اسيا وافريكا اذا تمعنا في هذه الخريطه نرى انه يوجد قارات ونرى انه يوجد محيطات المحيط الاطلسي المحيط الهادي والمحيط الهندي واذا تمعنا جيدا نرى انه هناك يوجد نقاط باللون الاحمر هذه النقاط باللون الاحمر هي مناطق اللي انتشرت فيها البركين ممكن حدثت سابقا وممكن ان تحدث في المستقبل واذا لاحظنا على سواحل المحيط الهادي نرى انه هناك يوجد حلقه سميت هذه الحلقه بالحلقه الناريه وايضا يوجد عدة اسم لهذه الحلقه الناريه يوجد يوجد لها اسم اخر الحزام الناري او الطوق الناري هذه المنطقه معرضه كل الوقت لا لانفجار بركاني او الهزات الارضيه او الزلازل وذلك بسبب الصفائح التكتونيه اللي موجوده في حركه دائم مخاطر المراكين طبعا زي ما بنعرف انه البركان هو خطير جدا للانسان وبرضه على سطح الكوره الارضيه طبعا البركان بتسبب بالحرك وبالاختناق كمان تساقط الرماد البركاني يسبب عقما زراعيا طبعا العقم زراعي يعني انه هاي قطعه الارض اللي اجعلها رماد بركاني مش راح تكون صالحه للزراعه كمان اطلاق غازات سامه احنا بنعرف انه البركان يطلق غازات سامه الغازات اللي موجوده هي ثاني اكسيدل الكربون وكمان ابخرة المياه وغازات اخره غمر مناطق سكنيه برماد البركاني كيفيه التأثير الاجابي للبراتين طبعا احنا هون بنحكي عن الفوائد للبراتين فواره حاره بنسميها جايزر او جايزر وهي نبع حار يدفع الماء الساخن والبخار في الهواء وهي مصدر طاقه يعني مثال على هاي الفواره اذا رحنا على طبريه في عنا هناك نبع حار اللي هي كانت نتيجه للانفجارات البركانيه طبعا في عنا في عدة مطناطق فيه بالبحر الميت وفيه كمان بالحم السري وفيه كمان عنا حامات تباريه اللي هي فواره حاره اذا بتروحه لهناك بتلك هنا وفير ميه سخني الناس بتروحه هناك كسياحه منها لعلاج الجسم ومنها للاستجمام وطبعا هي مصدر طاقه استخراج العديد من المعادل والخامات المتنوعة كالذهب والفضه والرصاص والزنك والنحاس طبعا منقدر نكون ربا ضاره النافع يعني يعني البركان ممكن يعطينا ثروات طبيعيه اللي هي موجوده في الارض اذا الانسان استهلكها اصبحت مواد فانيه عبان ما يتصير عنا تتجدد هذه المواد لحتى يصير عنا براكين بحاله انها انتهتها للمواد مش راح نقدر نجيبها مره ثانيه لانها هي عباره عن ماده كميه وممكن تنته خصوبه التربه المنطقه اللي بتحدث فيها بركان سبحان الله بعدها بتصير عنا تربه خصبه جدا وصالحه للزراعه اجمال ماذا تعلمنا اليوم اليوم تعلمنا عن البركان انه هو من الكوارث الطبيعيه والو فوائد كثيره ورغم خطورته على الانسان على باقي الكائنات الحي تعرفنا على انواع البراتين اشكالها تعلمنا عن انه منطقه الجولان تعرضت سابقا لبراتين ورأينا في خريطه العالم المناطق في العالم المهيئه للانفجار البركاني في المستقبل كنت اشاهد فيلما وثائقيا عن تاريخ البراكين في المملكة العربية السعودية ولكن للأسف لم اتابعهم منذ بدايته بذلك هناك الكثير من الاشياء التي كنت اود معرفتها حسنا اخبريني ماذا تريدين ان تعرفي وسوف اساعدك اريد ان اعرف ما هو البركان يا سالم البركان هو هضبة او جبل مخروطي الشكل تتدفق منه الصهارة الساخنة والموات الصلبة والغازات الى سطح الارض عبر فوها ما الذي يدفع الصهارة للخروج من باطن الارض على شكل بركان انظري معي الى فقاعة الهواء الموجودة في اعلى زجاجة العصير هذا ماذا سيحدث لها اذا قمنا بقلبها سوف تتحرك فقاعة الهواء داخل العصير الى الاعلى هذا ما يحدث بالفعل وما سبب حدوث ذلك حدث ذلك نتيجة الكثافة العالية للعصير التي اجبرت فقاعة الهواء على الارتفاع لاعلى وما العلاقة بينما حدث لفقاعة الهواء داخل زجاجة العصير وحدوث البراكين ان الصهارة في باطن الارض ليست على درجة واحدة من الكثافة فعندما توجد صهارة عالية الكثافة محاطة بصهارة اقل كثافة فان الصهارة ذات الكثافة العالية تجبر الصهارة ذات الكثافة الاقل على الصعود الاعلى وكيف تخرج الصهارة الى سطح الارض؟ عندما تصعد الصهارة الى اعلى فانها تشق طريقها خلال الفتحات والشقوق حتى تصل الى سطح القشرة فتندفع الى الخارج مكوينة البركان وما المواد البركانية التي تخرج من البركان؟ يخرج من فواهة البركان اللابة والمقذوفات البركانية الصلبة آه؟ وما المقصود باللابة؟ اللابة هي صخور منصهرة تتدفق على سطح الارض من فواهة البركان وما المقذوفات البركانية الصلبة؟ تشمل المقذوفات البركانية الصلبة قطعاً صخرية او لابة متصلبة تتساقط من الهواء بعد ان قذفها البركان من فواته لمسافات كبيرة تصل الى الاف الامتار ويتراوح حجم المقذوفات الصلبة بين غبار ورماد بركاني وصخور كبيرة تسمى قنابل بركانية كما تضم المواد البركانية الغازات وتشمل بخار الماء وأكاسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وتضم أيضاً الغبار البركاني الذي يتصاعد في الهواء إلى آلاف الامتار وما الأخطار التي تنجم عن البراكين؟ للبراكين عدة أخطار تشمل تدمير المدن والقرى ومساحات شاسعة من الأراضي الخصبة بسبب الانهيارات والتدفقات الطينية الملتهبة خاصة أنه قد يصاحبها أمطار غزيرة مما يؤدي إلى هجرة السكان إغلاق المطارات والموانئ بسبب الغبار البركاني تدفقات الفتاة البركاني والتي قد تصل سرعتها إلى 200 كم في الساعة شكراً لك يا سالم على هذه المعلومات العفو يا فاطمة والآن سأقوم بتلخيس ما تعلمناه اليوم البركان وهضبة أو جبل مخروطي الشكل تتدفق منه الصهارة الساخنة والمواد الصلبة والغازات إلى سطح الأرض عبر فوها وتشمل المواد البركانية اللابة والمقذفات البركانية الصلبة والغازات كبخار الماء وأكاسيد الكربون وأكاسيد الكبريت ومن أخطار البركان تدمير القرى والمدن ومساحات شاسعة من الأراضي الخصبة إغلاق المطارات والموانئ تدفقات الفتاة البركاني أرجو أنكم استمتعتوا في هذا الفيديو أرجو أنه كان واضحًا جدًا والآن سنستمر في مهمة للتدريب طبعًا احنا منعرف أنه بلادنا تعرضت إلى البركان السؤال هون السؤال السؤال مهمه للتدريب بعد ان عرضت لكم موضوع البراكين حان الان لنحل المهمه في موضوع البراكين السؤالي الان هل تعرضت بلادنا للبراكين في اي منطقه وفي اي سنه اشرح عن المنطقه من ناحه الجيولوجيه يمكنك الاجابه بواسطه الدخول الى موقع الانترنت الان ساخرج باستراحه معكم عشر دقائق لحل هذه المهمه هيا بنا ها قد عدنا ارجو ان المهمه التي عطيتكم اياها كانت سهله وارجو انكم قد استمتعتم في هذا الدرس طاب يومكم واعي لاليكو